أستاذ عباسي لماذا انتفضتم في حيث بالاستقلال في المؤسسة التشريعية في مجلس النواب وانتم تناقشون فوصول هذا المشروع لا علم لي بأي انتفاضة الذي حصل هو أنه كان هناك نقاش عميق حول هذا المشروع الذي أحيل على مجلس النواب في بداية شتنبر الذي ينبغي أن أؤكد عليه بكل تركيز أنه جلالة الملك كانت هذا المشروع الوطني الكبير كان بمبادرة منه دع المجلس أعلى إلى إعداد رؤية أعد رؤية أحالها إلى جلالة الملك دع جلالة الملك إلى صياغتها في توافق وطني ملزم لجميع الأطراف بالنسبة لنا في الفريق الاستقلالي تعاطينا بكثير من الحس الوطني مع هذا المشروع ونعتبر بأنه لا بناء أساسية ومركزية في مسار إصلاح المدرسة الوطنية مع كثير من التحقظات لا مع كثير من تعديلات يعني قدمنا 118 تعديل على هذا المشروع القانون الإطار لكن نعتبر أن من شأنها تجويده هذا رأي سمى تأييدا لهذا المشروع دعني أؤكد بأنه داخل مجلس النواب ويجب أن نؤكد على دور البرلمان في صياغتها التوافق الوطني الكبير وتحت إشراف رئيس مجلس النواب تم التوافق على قضايا كبيرة موضوع المجانية أصبحت اليوم موضوع توافق جميع الأطياف بما فيها الوزارة المعنية وتم الاستعادة على تعبير الأسر الميسورة بتعبير مبدأ كما أشار أستاذ وبي مبدأ التضامن الوطني على أساس إحداث صندوق لتمويل منظمة ثم مبدأ لغات التدريس أيضا مبدأ التضامن الوطني معناه إحداث صندوق لتنويع مصادر تمويل منظمة تربية وتكوين على اعتبار أنه لا يمكن فرض رسوم على الأسر إذن لا تفرض على الأسر تفرض على كل الأفراد منذ البداية هل بهذا يصيغى؟ رجاءً هل بهذا يصيغى؟ لا تفرض على الأسر الميسورة عوض ذلك تفرض على كل الأفراد يعني أوضح لك بأنه اليوم الجميع مجمع على إقرار مبدأ مجانية تعليم في مشروع القانون الإطار وهذا لم يعد موضوع خلاف وهذا تجلس في المواتق الدولية كلها لم يعد موضوع خلافي المجانية لم تعود موضوع خلافي مسؤولية دولة الموضوع المجانية لم تعود موضوع خلافي وحصل تقدم كبير في لغة التدريس ونحن في حزب السيقاء وفرر الاستقلال منذ البداية كنا في الحقيقة مع مبدأ المجاني بكل وضوح في لغة التدريس حصل هناك توافق أيضا عريض ما زالت هناك بعض تفاصيل يمكن أن نتوقف عنده ترجمة نانسي قنقر